وارجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الاعزاء والحقيقة النهاردة معينا مطعمتين المطعم ده قصته مختلفة تماما تحس انها قصة كفاح ولكن قصة كفاح ملهمة لكل شاب وفتاة قصة كفاح تعلمك ان انت ممكن تبدأي خطوة بخطوة وانا ببقى متعمدة في فقراتي دايما اجيب شباب اشتغلوا على نفسهم وتعبوا وبدأوها من الصفر وابتدوا ان هما يطلعوا خطوة بخطوة ما حد ساعدهم ساعدهم تعبهم واسرارهم على تنفيذ حلمهم المطعم ده زي ما قلت لحضراتكم ان هو قصة كفاح قصة كفاح شاب حلم ان هو يبقى عنده براند وبالفعل ربنا وفقه ووصل وبقى عنده براند معانا ومعاكم مطعم ابانداون بنرحب في البداية بحضرتك استاذ حسن بحضرتك بنرحب استاذ حسن صاحب مطعم ابانداون اهلا وسهلا بحضرتك مشوار من اسكندريال هنا الحمدلله على السلامة ايه قصة ابانداون والله القصة بدأت من فكرة بسيطة ان ده مكان كان معروض للاجار ان هو تحت الارض وكان فيه تحت الارض تحت الارض تحت الارض اه اه الارض بيمثل عقبة لأي قب او اي واحد خارج يقعد يلف على ركنة في البداية ففكرة ان انت توفر ركنة دي حاجة مميزة جدا هو موجود الارض يمين وشمال الطريق وده على الكورنيش على طريق البحر او جميل وجد فكرته من ان هو ابانداون فيه جزئية قاعدة فوق بتشوف البحر وفيه جزئية تحت اللي بيحب يعود فوق بيعود فوق اللي بيحب يعود تحت وفيش مشكلة عشان كده سميته ابانداون او ابانداون اللي عايز يعود فوق فوق اغزن بالليل بقى يا سوري الجزء اللي تحت بيبقى في الشتاء هايل دفع دفع اغزن بقى عملت الديكور ان انت تحول مكان تحت الارض للجمال والابداع اللي انتو عاملينه طالما ما احنا بينقصنا شوية حاجات زي مثلا الفيول اللي بيحتاجوا اي مطعم ولازم تدور على خطة بديلة لو دي تعلمناها في شغلنا انا اسف على المقاطعة ولكن مشاهدين الاعزاء احنا بنشوف دلوقتي فيديو لمطعم ابانداون شوفوا الجمال اللي عملوا فعلا استاذ محمد استاذ حسن بجد يا استاذ حسن انت مبدع اتفضل حضرتك طبعا حضرتك ان التحت بتضطر ان انت تعمل بقى قصة للديكور ذات نفسه ان انت بتعرض على المهندسين اللي شغالين معاك والله انا عايز اعمل هنا دي العميل يرتاح على الاعادة دي بحيث ان انت توازن لان احنا ده زي ما درسين اغزيها درسين برضو ان العميل فيه حاجات بتناسبه وفيه حاجات مش بتناسبه اكيد فيه اعدات بتناسبه قاعدة مريحة تخليني قاعد واطلب مرة واثنين وثلاثة وبتناسب جميع الافراد يعني بتناسب الشباب اللي عايز هاي تيبل فيه اعدات هاي تيبل فيه اعدات اعدات عربي فيه اعدات عالية فيه اعدات واطية فيه اعدات زي ما زي ما العميل هيتخيل هيجي يرتاح فيه بتردوا جميع الازواء لازم ايه بقى موضوع الزلابية يعني انتو مميزين بالزلابية بتاعتكم والله يبصوا حضرتك هو اساسا دي كانت بدايتنا يعني بشكلين او بشكل شخصي او بشكل اخر مع ناس تانية ان احنا كان عملينا عربيت زلابية بسيطة كنا بنقدم فيها اول من يقدم الزلابية الشوكولاتة للطلبة كلية هندسة ده طعمها طحفة كانش حد بيقدم كله كان بيشتعل على الزلابية السكر والعسل احنا شايفين دلوقتي صور الزلابية بالسكر وبالعسل وكمان بالشوكولات اه دي رقم واحد اللي هو الشوكولات عندنا السكر والعسل ده شيء اضافي ايوة لكن هو العميل احنا مستهدفينه لانه هو ياكل دي اللي انتو ابتكرتوها ابتكرناها للعميل طبعا عشان خاطر دي دي شيء جديد ما شافوش وخصوصا ان هو الدارج ايه سكر وعسل اوه انما النهاردة احنا بقى بنعلم من اول الشوكولاتة واحنا طلعين الله عليكم وانتو طلعين ايوة انتو طلعين في ايه انواع غير الشوكولات والسكر والعسل في ايه بقى الويت بلوبيري والويت بلوبيري يعني عبارة عن مجموعة ميكسات تمام الى جانب مثلا احنا مثلا ممكن نعمل ميكس سكر مع ارفة ميكس ويت شوكولات مع بلوبيري كله بنسيب دايما في المنيوهات بتاعتنا مساحة للعميل في الاختيار يعني في ايتم او اتنين بيبقى على حسب اختار العميل قول لي انت عايز ايه وانا حطه له لقوا بعدين انتو عملتوا براند خاص بكم سميتوها هابي زلابيا يعني عشان طبعا يعني كانت دي فكرة ان انت النهاردة بتقدم لما احنا كنا عاملين العربية كانت دي فكرة بتقدم اقل سعر وبتقدم منتج كويس زلابيا بالشوكولاتة كان نسعتها كلام ده من فترة كنا عاملنا بخمسة جنيه كان طبعا مجرد اسعد للطلبة يعني معلش الطبق حاجة حلوة زي دي والطعم ده بخمسة جنيه ما شاء الله انتو وبعدين انا نلاحظت حاجة المطعم عندكم معلش في مطعم كبير كتيرة بندخلها او بنتفرج عليها المطعم دي بتبقى غالية انتو مطعمكم للطبقة المتوسطة يعني اسعاركم في المتناول للجميع فعلا وفي نفس الوقت عشان خطر محدش يبقى مغدود من السعر لا مكان واسع يشيل كتير اه اه ما بنقومش حد دايما الزحام مهما حصل في اماكن لا وكمان انتو عندكو حاجة مميزة جدا انتو بتعملوا حفلات فور فري يعني اه في المناسبات اه احنا بنعمله في المناسبات لاسعاد العميل والله فقط مش اكتر حاجة زي اوفر زيادة عندنا للعميل ذات نفسه ياخد من خلالها يحس ان هو جاي يتبسط احنا مش مطعم ولا كافية احنا مكان طرفيه لازم العميل يجي عندنا يلاقي كل شيء بيجي بيلاقي لعبة بيلاقي بلياردو بيلاقي بلاي ستيشن ستندات بيجي لك في غرف عايزه في غرف موجودة لبلاي ستيشن وفيه ستندات بتجي لك بلاي ستيشن لغاية ترابستك وانا مثلا كامو معي اطفال فيه في كتز اريا في كتز اريا وكتز اريا كبيرة واخدة مساحتها وكويسة يعني مشاهدين الاعزاء لو حضرتك خارج انت واسرتك ومعاك اطفال هتلاقي كتز اريا حابب انك تاكل حاجة حلوة وفي نفس الوقت سعرها في المتناول يعني ما تخرجش واتضيعلك ميزانية الشهر هتروح على طول على مطعم هتلاقي هابي زالبي هتلاقي مأكلات هيلة جدا هم مميزين بيها وكمان هتلاقي اسعار على قد اليد وهتلاقي قاعدة حلوة جدا جدا تناسب جميع افراد الاسرة اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وحابب انه هو يروح مطعم ابان داون العنوين موجودة على الشاشة مشاهدين الاعزاء طيب حضرتك ايه هي الصعوبات اللي قابلتكو في الاول الوقت 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 طبعا ان انت النهاردة بتاخد مكان بالمساحة دي بتبقى انت عايز تعمله هيكل اداري بتبقى انت عايز تعمله الديكوريشن بتاعه ايه معدات وتركب كل دا لازم يتم في اسرع وقت لان دا بيستهلك من طاقة راس المال لسات نفسه ايوا والتحديات دي يعني صعوبتها كلها تمام في ان النهاردة كل يوم بيعدي بفلوس فانت بتبقى انت عايز ايه اللي بيخلينا النهاردة بنقدم سعر كويس ان احنا النهاردة بننجز اكبر عدد من الشغل في وقت قليل ممتاز من اول تأسيس المكان حتى الارضارات حتى العمالة حتى التشغيل انا برضو عايز لفتنظر حضرتك لشي ان انا ما بشتغلش لوحدي انا اكيد معايا ناس شاركة وناس اونر تانية وكل انا كل اللي حاولت اشتغل عليه ان انا اخلي الكوادر اللي شغالة في المطعم في اسكندرية تبقى اونر للمكان تبقى هي كادر وفي نفس الوقت اونر يعني هي في نفس الوقت بتدور المكان بحيث ان يبقى كله خايف على المكان وخايف على العميل وبيقدم احسن شيء عنده ودي افضل شيء احنا جايبين سامبلز او جايبين اه شغل من يعني حاجات اه تفصيلية عايزة بقى حضرتك توريها لي يا تكاتك يا حركاتك لا ما شاء الله اه طبعا الكاميرا بتاعت التفاصيل جايبين لنا الحاجات التحفة دي اه ده ايه دي طبق الزلابية اللي هو بالشغلات هنص صوائد ونص شوكلت طحفة طحفة بجد دي وجبة احنا عملناها للعيلة دي وجبة العيلة وجبة العيلة عبارة عن ايه وجبة اه فعلا سعرها مناسب شكلها غالي اه دي رياش عبارة عن رابع كيلو رياش رابع كوفتة رابع شيش ممتاز وفي طرب ورز وبنزل مع سلطة وعيش ممتاز ممتاز دي في متناول اي عيلة عيلة لست افراد جميلة جميلة فعلا جميلة وده ايه ده منبار طحفة وبينزل معاه طبق شكل محش تمام وده طبعا دي لزانيا انا اجبتها مقتطفة من المينيو الغاربي اللي عندنا ما شاء الله لان احنا عندنا جزء المينيو مقسوم نصين نص غاربي بيقدم اكل ايطالي تمام والنص التاني بيقدم شرقي بحت ممتاز ممتاز ودي سلطات دي السلطات اللي بتنزل للشرق السلطة ايه دي زاتونية الاروس تحينة اه تومية ممتاز ممتاز دي مجرد عينات مشاهدين العزاء من مطعم طبعا لما تروح هتلاقي حاجات اكتر واكتر واكتر كفاية طبق ده الهايل ده مشاهدين العزاء بجد الوقت ما حضركم بيجري بسرعة جدا بنشكر حضرتك في نهاية فقرتنا بجد ممتاز حسن ممتاز حسن صاحب مطعم ابانداون بنصح كل المشاهدين اللي شايفرنا دلوقتي لازم تروحوا مطعم ابانداون اللي عايز يعرف العنوان موجود دلوقتي على الشاشة وارقام التليفونات بجد مش هتندمه ابدا هستناكم في حلقة جديدة الاسبوع الجاي في نفس المعايض وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم هجبكم على خير نعم شكرا